اهلا وسهلا بأبنانا طلاب الصف السلس الابتدائي مع حلقة جديدة من حلقات منهج الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا لأننا هنتكلم على موضوع جديد بعد ما خلصنا النسبة وتعريف النسبة وخواص النسبة وتستخدم في إيه واستخدمنا النسبة بين ثلاث أعداد وخدنا أمثلة حياتية كتير هنتكلم النهاردة عن مفهوم جديد هو متعلق بالنسبة ولكن أجمل شوي اسمه إيه المفهوم ده النهاردة بتاع حلقتنا هو اسمه التناسب تعالوا نشوفه مع بعض ونتعرف عليه برضو مع بعض تعالوا مع بعض كده عشان نفهم معنى التناسب تعالوا ناخد شكل صغير كده لمثال دايما بنعيشه معنا في حياتنا يلحك مثلا إذا كنت بتشتري علبة عصير وجي الراجل النهاردة بيقول لحضرتك تمن علبة العصير دي خمس جنيهات يا ترى لو أنا عايز بقى أشتري ثلاث علب أو أربع علب أو خمس علب هدفع كم؟ تعالوا بالروحة كده نمسك الموضوع ببسط أنا في البداية تمن العلبة العصير خمس جنيهات اللي احنا بنعمله ده ده اسمه مقارنة بين كميتين كمية الأولى هي علبة العصير كمية التانية هو المبلغ بتاعه لغاية كده دي اسمها نسبة هي مقارنة بين كميتين لكن لما تيجي النهاردة كميتين تاني وقارن بينهم كده بقى معايا مش نسبة واحدة ده بقى معايا نسبتين وخد بالك النسبتين دول لما تقارن بينهم هما الاتنين خد بالك هيطلعوا بيساوا بعض إزاي يا مستر تعالوا بالروحة كده نحسب الحزبة دي لو أنا عندي النهاردة زي ما قلت لحضرتك كده أنا عندي علبة العصير الوحدة بكم؟ بخمس جنيهات طيب يعني معنى كده لو أنا عملت مقارنة بين عدد العلب وتمن العلبة هيدينا أول حاجة خالص علبة العصير الوحدة ها بتساوي خمسة يبقى أنا عملت نسبة واحد على خمسة جميل طيب واحد على خمسة دي لو أنا اشتريت علبة واحدة تعالوا نقارن بقى لو أنا اشتريت علبتين يبقى كل اللي أنا هقوله النهاردة لو علبتين اتنين ها هيبقوا كام؟ أيوانا سمعك بتقولي عشر خمسة وخمسة طيب واحد على خمسة والتاني اتنين على عشر كل دي نسبة دي نسبة والتانية نسبة مقارنة بين كميتين طب هشتري 3 علب يا ميستر طيب يبقى هتدفع كاب 5 كمان يعني يبقى 15 لو ركزت في النسب دي كلها هتلاقي النسب دي كلها متساوية ازاي ميستر لان النسبة هي مقارنة من كميتين فانا بأسم الكميتين دول على بعض لو أسمت 1 على 5 تديك 5 اقسم 2 على 10 تديك 5 برضو اقسم 3 على 15 تديك 5 1 على 5 لان اختصر على 3 فيها الواحد على 3 فيها ال5 النسب دي كلها أقدر أحط بنا علامة يساوي تعال كده نحط علامة يساوي الشكل اللي انت عملت ده انت ساويت أكتر من نسبة هو ده النهاردة درسنا اللي هو اسمه التناسب يعني معنى كده يا ميستر ان كل دول على بعض اسمهم تناسب آه يبقى التناسب النهاردة تعريفه ايه هو تساوي نسبتين أو أكثر هو تساوي نسبتين أو أكثر طب هي النسبة أصلا كانت ايه كانت مقارنة بين كميتين فانا عايز أقولك انك في الحياة بصفة عامة لو انت هتقارن حاجتين دي اسمها نسبة لو هتقارن حاجتين تاني بس نفس الحاجة يعني نفس النوع بس حاجة هنشتري منه ثلاثة أو أربعة أو خمسة زائلة بالعصير كده يبقى حدلك ده احنا بنكون تناسب طب ايه فايدة التناسب ده قبل ما اقولك فايدته تاني اأكدلك على معنى التناسب بعد ما فهمته التناسب هو مش هنجمع ولا نطرح ولا هنقارن هم قاله ايه هو تساوي تساوي نسبتين أو أكثر يبقى اول ملاقي تساوي عندي علامة يساوي ونسبة ونسبة على بعض ده كده اسمه ايه أسات ذا تناسب طيب تعالى نكتب التناسب ده تاني احنا قلت واحد على خمسة تساوي اتنين على عشرة تساوي ثلاثة على خمستاشر تأكدنا فعلا انهم بيساوي بعض لو كتبت على قلتك الحزب كده ثلاثة على خمستاشر دوسي ساوي تليه واحد على خمسة احيانا بنيجي بدل من حط واحد على خمسة بتساوي اتنين على عشرة بتساوي ثلاثة على خمستاشر بدل من نقعد نكتب التناسب بالمنظر ده بنعمله في جدول ظريف زي ما انت شايفه قدامك كده واحد على خمسة اتنين على عشرة ثلاثة على خمستاشر ونعمل الجدول ده وده بنسميه جدول التناسب برضو صح مفيش مشكلة يعني مش لازم حط يساوي بس اكد ان الجدول ده اسمه جدول تناسب طيب لحظنا حاجة زريفة جدا بقى في جدول التناسب او في اي تناسب بصف عام ايه اللي لاحظنا ده يا مستر انه لو ضربنا لو ضربنا الطرفين بتوع التناسب يعني ايه الطرفين تعالنا اخد مسلا التناسب دول كده اللي هم ده ادي ساوي ودي نسبة ودي نسبة اضرق الطرفين اللي هو الاول والرابع في بعض واحد فعشرة يدينا كم؟ عشرة طب اضرب الرقامين التانين اللي هم هنقول عليهم الوسطين اللي هم اتنين في خمسة يدونا برضو عشرة فلاقينا ان دايما لما بنضرب الطرفين في اي تناسب ونضرب الوساطين دول في اي تناسب لازم حاصل ضرب الطرفين ده يساوي حاصل ضرب الوساطين ده من المزايا من مزايا التناسب طيب حاجة تاني لو لاحظنا الواحد ده ازاي النهاردة وصل بقى خمسة تحت تقول يا مستر ممكن اضربه في خمسة برافو طيب حضرتك النهاردة بص على باقي التناسب كده الاتنين دي ازاي تحتيها بقت عشرة حضرتك تتضرب برضو في خمسة التلاتة ازاي تحولت لخمستاشر برضو تتضرب في خمسة فمن مزايا التناسب ان لو ضربت النهاردة حضرتك في اي نسبة من نسب التناسب دي في رقم النسبة التانية لازم تضرب في نفس الرقم او هو هو نفس الرقم عشان يطلع يبقى ده اسمه تناسب يعني فييجي طالب يقول لي يا مستر انا لاحظت كمان حاجتين ايه اللي انت لاحظته يا استاذ تعال بص كده يقول لي ايه انا كمان بصيت لو على الحدود اللي فوق دي اللي هي الواحد اللي فوق ده يا مستر لو انا جيت بصيت اتضرب في كام عشان يتحول لاتنين فتقول لي في اتنين بص تحت امشي نفس النظامة هو الخمسة دي برضو عشان تتحول لعشرة تضرب في كام برضو في اتنين يبقى التناسب النهاردة مهمة اوي ان اي نسبة في التناسب دي زي ما تعمل في النسبة الاولى اعمل في النسبة التانية فمن هنا يجي نعمل جدوى للتناسب بيجي زريف جدا سؤال سهل قوي وبسيط يجي يجي لي جدوى للتناسب ده بالمنظر ده ويقول لي لو سمحت الواحد ده هنضربه في كام عشان يدينا المقام بتاعه او يدينا الحد التاني بتاعه يبقى هضربه في خمسة طب ما ممكن امشي العكس يعني ايه يعني الخمسة دي ازاي حولها الواحد يبقى ممكن اقسم على خمسة في اي تناسب بقى اي تناسب بصفة عامة زي ما اضرب فوق في البسط في خمسة لو عايز تمشي بالاتجاه العكس بنقسم طب يا مستر ان اعرف من امتى بضرب وامتى اقسم خد الرقم الصغير يعني الرقم الصغير هنا الواحد ولا الخمسة في النسبة دي الواحد عشان حضرتك تحوله لكبير يبقى انا همشي في الاتجاه ده اضرب لكن لو عايز العكس الواحد ده هو اللي مش موجود والخمسة اللي تحت حضرتك هنقسم بقى يبقى تاني الرقم الكبير صغير ده عشان اكبره بضرب صغير اصلا وما صغير هو اللي مش موجود ابدأ اقسم طيب الى حد ما احنا فاهمين التناسب هو تساوي نسبتين وان كل نسبة منهم زي ما اعمل فيها اعمل في النسبة التانية بس عايزين يعني نوضح اكتر يا مستر تعالى ناخد مثال كده نشوف الشكل ده بيجي ازاي في منظر سوائي بيجي كده يقولي اكمل جدول التناسب التالي ثم اكتب بعض صور التناسب اهو مديني الجدول ده وقال ان الجدول ده مش جدول العادي ده جدول تناسب يعني الارقام دي كلها متناسبة يعني كلهم بيساوي نسب وبتساوي بعض طيب لو ركزت هتلاقي الجدول ده مكتوب فيه نسبة واحدة بس هي نسبة كاملة اللي هي اول واحدة عادة بتبقى اتنين على تمانية دي نسبة بتتقري كده اتنين على تمانية بعد كده بتساوي اربعة على نقط بتساوي خمسة على نقط باقي النسب دي نقصة يا مستر اجيبها ازاي ما احنا عرفنا بقى ان في اي تناسب لو انا خدت الرقم الصغير بتاع النسبة الاولانية اللي موجود عندي ده اللي هو الرقم كامل النهاردة يا مستر تعالوا نبص عليه كده اللي هو رقم اتنين ازاي يتحول ويبقى تمانية اهو هو حتى الجدول عاملك هنا نقطة ويقولك اتضرب في كامل فتاني الصغير يتضرب في كامل عشان يتحول يبقى تمانية فانلا يا مستر ان احنا نضربه في اربعة طب لو عايزين نمشي العكس لو انا هبدأ بالكبير اللي هي التمانية ناحية التانية نفس الرقم هنقسم على الاربعة بعد معرفة الرقم اللي يتضرب في النسبة في الحد الاول بتاع النسبة عشان يدينا الحد اللي تحتيه اعمل بقى كده في كل النسب طب ليه ما كل النسب دي بتساوي نفس النسبة اللي هي بتساوي اتنين على تمانية لان التناسب تعريفه هو تساوي نسبتين يبقى انا لو عايز الاربعة الاربعة دي وقفة في الانه صف يا مستر الصف بتاع الصغير اه لانها في نفس الصف بتاع الاتنين يبقى انا همشي بيها النهاردة اضربها ولا اقسمها يا مستر لا اضربها عشان اجيب الحد اللي تحتها اللي هو الكبير يبقى اربعة تتضرف اربعة يبقى دي تحتها اكيد 16 الخامسة برضو النهاردة في الصف بتاع الصغيرين يبقى تتضرف اربعة تديني 20 طب الاربعين لا الاربعين دي مش في الصف اللي فوق اللي هو بتاع الصغير يا مستر ده في الحد التاني اللي تحت طب الحد التاني ده في النسبة كان الكبير ولا الصغير لا الكبير يبقى إيه وعا تضربها بص هنمشي معا اتجاه الساهم كده يبقى هنقسم على أربعة أربعين على أربعة يبقى عشرة خلاص بقت سهلة أربعة وعشرين ها تتضرب ولا تتقسم لا تتقسم يا ميستر يبقى أربعة وعشرين على أربعة تدي ستة طب ده في علامة عشرية ولا يهمك أهم حاجة تبقى عارف بس إحنا هنضرب ولا نقسم نضرب إمتى لو الرقم ده في الصف بتاع النسب فوق الجزء الإيه الصغير يبقى واحد واثنين من عشر هنمشي معا الاتجاه اليمين كده يتضرب أربعة فيدينا النهاردة أربعة وثمانية من عشر كملنا جدول التناسب آه يبقى احنا كده جبنا الجزء الأول هو عايز بقى اكتب بعض صور التناسب يعني ايه يعني اكتب لي بقى النسب دي جنب بعض وحط بينهم علامة يساوي تحت كده بص هو كهاتب أول نسبة اثنين على تمانية بتساوي انقل بقى من الجدول يبقى هاتبقى بتساوي أربعة على ها 16 برافو هو خمسة على عشرين بتساوي عشرة على أربعين بتساوي ستة على أربعة وعشرين بتساوي واحد واثنين من عشر على أربعة وثمانية من عشر يبقى جدول التناسب النهاردة وعبارة عن مجموعة من النسب وبيتساوي بعض ومهم او ياخد بالي انا بضرب مين الصغير في النسبة هو اللي اغضى اضربه عشان يدينا الحد التاني في النسبة اللي هو الكبير اما لو بدأت بالحد الكبير في النسبة يبقى اقسمه يا مستر عشان يدينا الحد الصغير طيب تعالي ناخد مثال كمان جدول تاني ونأكد على حضرتك سكنت فهمت ولا لسه في جزئية كده بتلغبط فيها تعالي نشوف المثال ده مع بعض برضو اكمل جدول التناسب فييجي طالب يقولي بس ايه دول يا مستر بدل ما كانه كده تحت بعض على دول وجنب بعض من تعرف ان النسبة في البداية لما عرفناها وقلنا هي مقارنة من كميتين واكثر قلنا انها بتكتب بصورتين يا إما على اللي فات أما لو إيه هتكتب كده فحضرتك النهاردة دي بتقرأ النسبة الأولى تمانية إلى عشرين تمانية إلى عشرين أو في الجدول في اللي فات كانت رقم على رقم يبقى يا إما على يا إما إيه طيب أحلها ازاي أيوانا سامعك بتقولي بص ابدأ بالصغير مين الصغير هنا في النسبة دي تمانية إلى عشرين التمانية يبقى التمانية دي تضرب في كام عشان تديني عشرين لو بدأت بالصغير شوف اتضربت في كام عشان تكبر وتبقى عشرين لكن لو بدأت بالكبير يبقى اتقسمت على كام عشان تبقى تمانية فتعالا كده ندور تمانية ها الضرب يتفي كام عشان تبقى عشرين طب يا مستر تمانية في كام بعشرين ده مفيش في جدول للضرب حاجة تدينا تمانية في كام ما فيش يا مستر ما فيش فعلا بس ما فيش رقم صحيح لكن فيه كسر طب اعمل ايه عشان اجيبه تخيل ان الرقم ده كده سين وارجع كده كنت في سنة خامسة خدت حاجة اسمها المعادلات المعادلة كنا بنقول اي رقم انت مش عارف قيمته كام سميه سين ولو انت عايز تعرف قيمته شيل الارقام اللي جنبيه ده وديها الناحة التانية كنا بنقولها كده لو انت عايز تعرف قيمة السين شيل اللي جنبيها وديها الناحة التانية يبقى التمانية دي وديها بدل ما هي مضروبة هنا في السين وديها الناحة التانية تبقى مأسوب يبقى الرقم اللي الضرب فيه 8 عشان يدي 20 هو 20 على 8 20 على 8 تعال نختصرها بقى لأن النسبة لازم تتحط في أبسط صور يبقى هنا يا مستر على الاتنين فيها الاربعة وعال الاتنين فيها العشر وممكن نقسم تاني على الاتنين يبقى فيها الاتنين وهنا فيها الخمس لو في طالب شواطر شوية يقول يا مستر كنا أسمنا من الاربعة على الاربعة في البداية صح برضو برفع ليك فدتنا كام في الآخر 5 على الاتنين أول ما تاخد الرقم ده بقى اكتبهولي فوق وتحت اكتبهولي فوق في الضرب والإسم يبقى احنا كده يا مستر عرفنا ضربنا في كام أو هنقسم على كام تاني خدنا الرقم الصغير وقلنا 8 تتضرب في كام عشان تدي 20 أنا مش عارف الرقم يبقى إعكس خليها 20 على 8 وقسمها يا إما بالآلة يا إما زي ما عملنا كده بالاختصار يطلع لك الناتج يلا خلاص بعد ما عرفنا الرقم ده الموضوع بقى بسيط جدا يا مستر وتعالى بقى نبدأ نضرب ونقسم على حسب ما ناخد الرقم إذا كان الرقم الصغير ولا الرقم الكبير طيب يبقى 8 تضربت في 5 على 2 اديتنا 20 طيب الستة بقى عايزين نعرف الحد اللي قصاد هيطلع كام الستة ده في الصف بتاع الصغيرين هم يبقى تتضرب في 5 على الاتنين يبقى 6 في 35 على الاتنين يبقى بقت 15 الخمستاشر برضو في 5 على الاتنين يبقى 15 في 5 دي 75 على الاتنين يبقى 37 ونص طيب النهار ده 30 لا التلاتين مش في الصف بتاع الايه الحدود الصغيرة ده في الصف التاني الكبير يبقى ايه وعا تضربها بقى أنا عايز الحد المقابل لها يبقى دي تتقسم يا مستر تنزل من تحت كده وتتقسم على 5 على الاتنين لما نقسم 30 على 5 على الاتنين بالقال الحسبة او لو حضرتك برضو متذكر كويس يبقى 30 هنقل بالعالة دي الى فيه وتبقى 30 في 2 على 5 الاسمة هي معكوس للايه للضرب فتبقى 30 في 62 على ال5 تدينها 12 الاربعتاشر في صف الصغيرين يبقى تتضرب يا مستر يبقى 14 في 5 على الاتنين تدينها 35 بعد ما عملنا النسب دي اكتبها لي بقى في صورة نسب وعملها في شكل تناسق يلا هو كتب 8 لفوق وبعدين 20 8 على 20 يبقى بيقرى كده 8 الى 20 خلها 8 على 20 كمل بقى بسرعة يبقى 6 على 15 15 على 37 ونص 12 على 30 و14 على 35 طيب ناخد كمان مثالتين اكمل جدول التناسب هنا بقى يا مستر مديني كسور ما تخافش ما يهمكش طب يا مستر ما انا مش عارف اعمل ايه ابدأ بالصغير مين الرقم الصغير في النسبة الكاملة النسبة الكاملة هنا 6.5 و1 و3 من 10 هما دول اللي موجودين لكن النسبة اللي بعديها بص كده 15 لحد التاني اللي قصادة مش موجود اللي بعديها برضو لحد اللي قصادة مش موجود النسبة هنا مكتوبة بصورة إله طيب يبقى ناخد الصغير اللي هو 1.3 من 10 ده يتضرب في كام عشان يدينا 6.5 يتضرب في كام انا مش عارف مضروف في كام يبقى حضرتك يعكسها خليها 6.5 على 1.3 من 10 يبقى حضرتك لما جأسمها النهاردة هتدينا كام 5 نقسم 6.5 من 10 على 1.3 من 10 تبقى 5 طب يا مستر يبقى نقسم على 5 ونضرب في 5 امتى نضرب لو بدئين بالصغير خد بالك العمود النهاردة بتاع الصغيرين اللي هو على الشمال اللي هو في 1.3 من 10 يبقى اي رقم في العمود ده النهاردة هيتضرب عشان يجيب لحد اللقصاته واي رقم في العمود ده يا مستر النهاردة هنقسمه على 5 عشان يجيب لحد اللقصاته يبقى سريع عن كده 15 أيها دي في العمود بتاع الكبير يبقى 15 على 5 فيها التلات سبعة ونص سبعة ونص على 5 مستر يبقى 1 و 5 من 10 ها 3 و 75 لا بالروحة كده دي في العمود الصغير بتاع الأرقام الصغيرة عشان يجبر آه أضربه في 5 يبقى حضرتك النهاردة 18 و 75 من 100 رجعنا تاني للـ 14 للـ 14 دي في العمود الكبير يبقى تتقسم على 5 يبقى 2 و 8 من 10 مهم أو ياخد بالي أنا بأسم ولا بضرب وعشان أشوف النسبة كمان بعد كده هنا مديني اكتبهم بقى في سوري التناسب مفيش ولا رقم ناقص يبقى برحتك ممكن تحط 1 و 3 من 10 فوق و 6 و نص تحت طب حطيت 6 و 5 من 10 فوق و 1 و 3 من 10 تحت وكي برضو صح لأن هنا في التناسب مش كاتب لي ولا حد بينهم طيب تعالى نكتب إحنا النهاردة 6 و 5 من 10 على 1 و 3 من 10 يبقى إحنا بدأنا بالكبير فوق والصغير تحت يلا نمشي بنفس النمط كده مستر يبقى 15 على 3 بتساوي 7 و 5 من 10 على 1 ونص تساوي 18 و 75 من 100 على 3 و 75 كل ما يعمله بنقى البقى الجدول بعد محلته بعد كده بتساوي 14 على 2 و 8 من 10 طيب تعالى بعد ما عملنا كده وعرفنا خلاص إن في أي تناسب زي ما أضرب فيه الحد الأول اللي فوق أضرب في الحد الآيه التاني ولو أنا هبدأ بالصغير عشان أخشوف الكبير ده وصلت له إزاي أضرب ولو هبدأ بالكبير يبقى هقسم عشان أعرف الصغير وصل لإيه فيه طريقة تاني لإيجاد التناسب لو فيه حد ناقص في التناسب ده يا طرى الطريقة دي عاملة إزاي تعالى هنحل عليها شوية بس بعد ما نتفرج على فيديو صغير كده من بنك المعرفة يوضح لنا الطريقة دي الأول وبعدين نبدأ نطبق عليها تعالوا نشوف مع بعض الفيديو اللي جيدة في هذا المثال إذا كانت لديك النسب المتناسبة التالية 3 و1 وسين و5 فهل يمكن أن تجد قيمة السين؟ حسناً كما تعلم في أي أعداد متناسبة فإن حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين لذلك إذا ضربنا الوسطين واحد في سين فسوف يساوي حاصل ضرب الطرفين ثلاثة في خمسة إذن سين تساوي خمستاشر الآن عرفت كيفية الحصول على قيمة سين الناقصة في أي أعداد متناسبة حاول التطبيق في الأمثلة التالية اضغط على سهم التالي لتنتقل للأسئلة إذا كانت الأعداد التالية متناسبة فأوجد الرقم الناقص افترض الرقم الناقص هو سين إذا كانت الأرقام التالية متناسبة فأوجد العدد الناقص افترض العدد الناقص هو سين بعد ما شفنا الأمثلة من بنك المعرفة وشفنا الطريقة التانية لإيجاد عدد ناقص وهو إنه حاصل ضرب الطرفين في أي تناسب بيساوي حاصل ضرب الوسطين تعالوا نحل نفس التمارين دي وإحنا سيبنا لحضرتك وقت كده والفيديو شغال إنك تقولي الإجابات تعالي تأكد أن أنت فهمت أو استوعبته بمجموعة التمارين كده نحلها مع بعض على البورد تعالوا مع بعض نحلها يلا تعالوا نشوف أول سؤال معنا يقولي أكمل 4 على 5 بتساوي 32 على نقط ده السؤال ده تناسب عرفت منين نسبتين وبينهم على متساوي وفي حد نقص في التناسب يا مستر فإحنا بنحط مكان الحد ده سين طيب أول واحد ده هو اللي مش موجود لا أول واحد موجود أربعة وتاني واحد خمسة تالت واحد في التناسب 32 الرابع اللي مش موجود باجي أقول بقى سين دي اللي هو الحد الرابع اللي في التناسب بيساوي ركز أنا معي أقولنا حاصل ضرب الطرفين لازم يساوي حاصل ضرب الوسطين يعني أربعة أضربها في كام تساوي بالزبط 5 في 32 فأنا بعمل إيه بكتب الرقم اللي ناقص ده سين بيتساوي والرقم اللقصات السين ده بنزله في المقام واضرب الرقمين التانين بتوء الوسطين دول في البسط يبقى خمسة في 32 تاني الرقمين اللقصات بعض في المقص اللي هم خمسة واثنين وتلاتين دول بضربهم في البسط والرقم اللقصات السين لإن أنا عايز السين دي لوحدها فبودي الأربعة دي مقسومة تعالي نعمل كده بقى على أربعة فيها الواحد على أربعة فيها التمانية يبقى يا مستر المسألة خمسة في تمانية يعني السين تبقى بتساوي 40 يبقى أنا عرفت الرقم اللي كان ناقص تعالي ناخد سؤال كمان 2 على 7 بتساوي نقط على 49 يساوي ونسبة ونسبة يبقى ده تناسب نحط ما كان الرقم اللي ناقص ده في التناسب سين مين يقولي ده الحد الكام ده الحد التالت يا مستر يبقى أنا هجأقول سين بتساوي بالراحة كده مين الرقم اللقصات السين في المقص السبعة ده حطهولي هنا في المقاب الطرفين بقى موجودين يا مستر اه تعالي نضربهم يبقى 2 في 49 على 7 يلا نختصر على السبعة فيها الواحد على السبعة فيها السبعة يبقى السين النهاردة بتساوي 2 في 7 يعني 14 جبنا قيمة السين سؤال كمان برضو تناسب والحد الرابع نقص يلا بقى خلاص أنا سمعك بتقولي نحط سين يلا يا مستر السين بتساوي احنا حاصل ضرب الطرفين بيساوي الواسطين الرقم اللقصات السين كام يا شباب 27 ده حطه في المقاب الرقمين اللقصات بعض في التناسب موجودين يا مستر 18 في 3 يبقى دول هاي تضربوا كده يا مستر يلا نختصر على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها التسعة تعالي نقسم على التسعة فيها الواحد على التسعة فيها الاتنين يبقى السين بتساوي كام يا مستر اتنين اسئلة تانية كده اختر الاجابة الصحيح اذا كان ارتفاع منزل 18 متر وفي وقت ما يصل ظله الى 4 متر يعني بيئت النهار ده ارتفاعه 18 متر والظل بتاعه اللي هو بنقول عليه احنا الخيال بتاعه في نفس لحظة معينة كده 4 متر خد بالك دي كده مقارنة مقارنة يعني نسبة يعني انا ممكن اقوم عامل كده اقول انا عندي 18 متر وبقرنها ب4 متر طب ايه 18 متر ده الارتفاع الاصلي طب ايه الاربعة متر ده اللي هو الظل بتاعه يبقى انا بعمل مقارنة بين الارتفاع والظل ارتفاع الحقيقي وظل الحاجة في نفس التوقيت هعمل مقارنة تاني بشجرة جنب المنزل في نفس اللحظة في نفس اللحظة دي كان طول الشجرة دي كان بقى 3 متر طب ده الطول الحقيقي يا مستر والله الظل لو قرينا كويس هتلاقيه يقولك فاذا كان ظل الشجرة في نفس اللحظة 3 متر او ام عامل نسبة تاني وحط يساوي يبقى كده تناسب يبقى التلاتة متر دي يا مستر احطها تحت هنا كده وهو عايز بقى الارتفاع الاصلي او محطت هنا سين يا سلام انا عملت تناسب يا مستر السين دي انا سمعك بتقولي يبقى هنضرب 18 في 3 والرقم اللقصاد السين ده ينزل في المقام يبقى 18 في 3 على 4 بقالتك الحزب او بحسابات بسيطة جدا يطلع 13 و 5 من 10 طيب تعالي ناخد مثال كمان اذا كان 6 على سين بتساوي 4 على 16 فانا سين بتساوي ايه انا سمعك بتقولي يا مستر يبقى اللقصاد السين دي في المقام وفوق 6 في 16 يبقى 6 في 16 على 4 6 في 16 على 4 يبقى الاجابة 24 ممتاز اذا كان الف على به بتساوي جيم على دال ده مفيش ارقام يا مستر ماشي هو عايز ايه بيقولك الف في دال الف في دال مش دول الطرفين اه يبقى اكيد بيساوي حاصل ضرب الوسطين يعني بيساوي به في جيم يبقى الاجابة بتاعتنا هتبقى به في جيم اللي هي الاجابة رقم جيم راكب دراجة يقطع 100 متر في 3 دقايق اخر سؤال معينا النهاردة يقول راكب دراجة يقطع 100 متر في 3 دقايق طيب دي مقارنة بين حاجتين يبقى دي نسبة لغاية دلوقتي تعالى نكتب كده 100 متر بيقطعهم في 3 دقايق جميل طيب عايزين ايه بقى بيقولك فهو يقطع نقط متر في 6 دقايق دي ايه دا دي نسبة تاني مقارنة تاني يبقى حاجتك اعمل مقارنة تاني نسبة تاني هو ايه اللي مش موجود فيها المسافة طيب المسافة دي فوق احط سين طيب والوقت اللي قطعوا فيه 6 دقايق يبقى هنا كده يا مستر انا عملت نسبة ونسبة وعايز اعرف الرقم اللي نايسة احطي يساوي بقى تناسب يبقى النسبة بحولها لتناسب لو حطيت نسبة تاني بتساويها تعالى بقى نجيب سيد مين الرقم اللي اقصد السين التلاتة يبقى هنقول السين القيمة دي اللي انت عايزها التلاتة هنا تحت ونضرب 100 في 6 على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الاتنين يبقى 100 في 2 بمتين ممكن طالب بسرعة كان يقول التلاتة دي يا مستر النهاردة اتضربت في 2 عشان تبقى 6 يبقى المية دي على طول تضرب برضو في 2 تدينا متين عرفنا يا مستر النهاردة من التناسب ان هو تساوي نسبتين او اكثر عرفنا ان انا بجيب اي حد في التناسب ناقص عن طريقتين يا اما اعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي الوساطين يا اما اشوف ايه الرقم اللي انا ضربته في النسبة الاولى واضربه في النسبة ايه التانية او في اي حد من النسبة الاولى وزي ما عملت في النسبة الاولى اعمل في النسبة التانية اتمنى ان احنا نكون استوعبنا موضوع التناسب ومعنى التناسب ونراكم في الحلقة القادمة شكرا وإلى اللقاء شكرا